ديما أقولها هي وكيفاش تخلي واحد مع واحد يساوي اثنين ولا أكثر ولا أكثر بخاطر الصفة عامة واحد مع واحد يساوي أقل من اثنين انجح في حياتك برعاية بنك تونس العربي الدولي بيات بيات ملتزمون معكم انجح في حياتك موعد استقبال ضيفي بالنسبة للجمعة هذه تخرج عام 1985 وضرب البطالة رغم الفك الوقت معناها 1985 قعد أربعة أشهرة من غير خدمة كيف خدم البداية كانت مع شركة مختصة في صناعة المنشآت النفطي خدم معاهم على برشة مشاريع اكتشف من خلالهم عالم البترول والشركات اللي فيه بعد جملة من التجارب عام 1992 بش يطلق الشركة متاعه او بي بي ايم قرابة ثلاثين سنة من بعد الشركة اللي بديت في أبرتمان ذرايف مع خمسة موظفين اليوم ما شاء الله فيها أكثر من ألف موظف ورقم معاملات يتجاوز 350 مليون دينار سعيد جدا باستقبال سيحافظ داود مؤسس او بي بي ايم في ينجح في حياتك الجمعة هذه مرحبا بيك سيحافظ مرحبا بيك سيدي شكرا على قبول دعوتنا حافظ داود اللي لفت انتباهي لولاني وهكا بشترجعنا عليه بعد شوية ومن عام في عام 85 يمكن البعض ما يتصوروش انه يكون مهندس ولا متخرج فكالوقت يقعد بطال الا انه حافظ داود عام 85 في وقت تخرجه بقى بطال 14 هكا اي صحيح احنا تخرجنا من مدرسة القومية المهندسين بقابس استعمال الإنجانير وانجاني سيدي اتخرجت لعام 85 بعد شوية البعض عند اليومARY قمت بحياتك عند البنكة المهندسة كل ما يوجد الهوغم ce qui fait شريكية الأكثرها مفمش دزيارة دزيارة امفمش دزيارة امفمش دزيارة من خلقاتك اهو منذ دكريد لكي من أنه ي remnants تحقيق vierمال جديد مفمش ترجمال 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 في أخرى من ما أكثر من الأجراء. لكن في الأخير، كانت المحل بيشتركوا في الأصدقاء سربت في سفاق، الذي أجل منها المجموك بقية ويوجده يسمى الدصائق لتطوير حق الاشتار. في الأخير، يوجد التعديل لفعب أكثر من أجل أعضر العملاء، أي فعب أكثر من أجل الدخول لفعب الأكثر من الأجل. لذلك نحن نرى هذه المنشآت نفطية المنشآت نفطية المنشآت نفطية لماذا كانت لديك علاقة بالمنشآت نفطية في عالم النفط؟ نحن لا نعملو الاستخراج والحفر، نحن نعملو كل مهم اشغال فوق المحطة نسلم لاحظة، لتصبح يساول الخصوات على زیادرة على جيزانة هذه شخص الحوم هي قوذة الاشاولات ناس Windations وهض respiratoryاتجية تحرطية المنشآت نصبحت ثقاف في الصين وحض 황باط س وضفة يحرج الإ ثنين المنشآت نجاورةgest التحضيل وشخص خاصي الأيام الإنت نماره �aken عليه منشآت نonteLED FEب العار 10 مالخرجي من شقدام bouncy إذا بنشاثها بالنشآت نعيذada كانت شركة نصف حكومية كانت فيها الاتاب 51% وكانوا فيها الفرنسية 49% والعام تلي دخلت أنا دخل فيها بوشاماوي الهدي بوشاماوي رحمه بويداد وهو شرال 49% من المشروع بالشركة هذه دخلت على الأول كتجم تقول شيف ديكيب يعني كانت عندي ايكيب متى عشرة بالنس في البحر تشييرا في مضيفكات على الشرطة في البحر كانت مثل بحر بتاعت البحر هل تعمل بها تعمل بها تعمل بجرد في البحر نعم تعمل بها تعمل بها اسم لك nakل فيها تعمل بها تعمل بها قبل 40 مأترة ثم تعمل بها تعمل بها دو سيارة وكبيرا التعامل بها جيل يحفر منها صد كيف كيف يعملوا الحفريات على نفو الدار بلاتفورم ومن بعد الغاز اللي بيطلع في الجعب دونك يفو دريل راكور دي لسيبراتور دونك لسيكيب من دي بخو سس كيفون نتويه معنا بشي نظفوا البتخول هذي كي نحيو منه الماء ونحيو منه الغاز الغاز يمشي للتورش بشي تحرق والماء إلفاتر تريتي بوي سوا انجكتي في اللي بوي بيدخولي وقال لا إنيجي ميرجع للبحر خاطر بمواصفات يعني حسب حسب بش نوع اللي يلزم بش نجم تعمل للرجين متاعه في البحر دونك هذا هو الشغل متعنا كان يعني كان عنا مشروع وقفة. والستركتور الذي سيحافظ يعني عملتها شركة تون سيئة عملتها شركات تون سيئة وقتها هو فمال فيها أربع plاتفورمات في في تشسم في الPLATFORM دشتارت للي دو أربع plاتفورم عملوهم لفرانسي ألف سيئة ألفاً عملوهم في فرانسا ولكم اللي كي جيوا لطونس فم مبرش أشغال متاع أول شي خاتر فم ماس كنبالة جاكت تكون تحبباً ستين متر وفلما وتكون انكره في السلبحر اما مباد جيل plateforme مع موجودة مبادة تنابونها ت bassطين المسيحة لذلك يجعلونها والفااعات تلجكثة على الساودي فاشل تلك معنى شريعة تصدير والخطانية مبادة ساعة تغربية مع أدنية تد بسبب بالقلب الحر بالقلب الحر يجعلون هذا المسيحة دائما بغير كالسل كانت منذ وقت الهولدية. كميسة مفردد، كميسات ومفرم، كميسات خلال الشديدة. مواناً، نحن نشارك في المطارات، ولكن هناك مفرد المطارات في المنزل من الأفريق، المنزل من الأفريق. عندما يدعون هناك المنزل من الأسدسيط من الأسدسيط. الخدمة بتاعنا احنا نسمي موقع الترافو نوف لترافو دو موديفكاشن احنا نسمي موقع الترافو نوف الان دو درنير بلاتفورم بلاتفورم كانت فتة بوشا ماوي كانت 1983 حتى 1986 وفما زادة كيف كيف احنا لما عملنا PIRICO خاطر من بعد نتوفكو بشيط الPIRICO عام تسعين البلاتفورم زادة بعد عامين تقريبا الدولة التونسية عطت فينا ثيقة باش نخذينا البلاتفورم بنفس الناس الواحد بنفس الكباسيتي وتخذ بتفسيقص بدعام لصمب 100% تونسية اكسيلان شنو اللي بشي خلي حافظ داود في عام 92 من هذا العالم ومن انه يعني عنده مسؤوليات في الشركات مهمة هاذي انه يقرر انه يبعث الشركة متاعه هو شوف كيما قلت لزميلتك احنا سفقسية احنا سفقسية سفقسية واني تريز انتربرنور دونكونا ديما عنا الحلم باش نعملوا الحاجة اللي نحبوا نطوروها بأنفسنا يعني من سنة التسعين كنت نخدم في شركة توفكو ومن بعد شفت اللي شركة كيما توفكو اللي هي سمية تأتيك ما تنجمش تكون بالنسبة للشركات الخاصة فالفكرة جاءت عم مع مجموعة من الشركات اللي هي خاصة السوكوبات على رأس اسي رفيق بن عياد وقالا بيريكوسي عبسلين بن عياد وقالا سكين اللي هي تعمل الخزانات وقالا شركة أخرى بتاع البنتور أوفشور دونك جاءت الفكرة علش ما نعملوش شركة اللي هي تكون تعمل البروجيكت مناجمت دونك المناجمت دي جران بروجي وتكون يعني تأخل الخبرة متاع شركات التنفيذ يعني شركة بيريكوسي كانت شركة متاع بروجيكت مناجمت دونك تبدأت شركة أسط عام تسعين عام واحد وتسعين اللي خدمنا مشروع في سفاقس مع شركة نفطية اسمه ومن بعد اخذينا المشروع متاع البلاتفورم اللي زد كيف تنفذ بالدعم لتنصي فأنا وقت عملي 32 سنة قلت ما كنتش نعرف كيف هاش تكوين الشركات أنا كنت مهندس يعني ما نقرأوش احنا ايكونامي وكنتابيليتي وكل شيء وانترابرونريا كيف هاش تكوين الشركات يزمك تشوف وانترابرونريا وانترابروني وجاءوا معايا مهندسين تقريب ستة مهندسين اللي توبقى منهم كان ثلاثة معايا والحق يعني الترافايا دي كيب هي لا دني دونك احنا زد كيف كيف العام العوام اللي ختمتم في توفكو وإلا حتى في بيريكو كانوا الكليون متاعنا اكثرهم شركات امريكية علمونا الريجور متاع الخدمه علمونا احنا متوانز نسمى بروكسيماتيف نحاولنا يزمك مثلا نحنا لما نعطيه عرض ونقوله مش نبني الخزان هذا يقول لك كيفاش اعطيني بال الماثد ستايتمين تسميه هما اعطيني من اللحظة اللولة حتى اللحظة الاخرة مشني هي الحوايج اللي بشتعملهم تقول له هذي طول نشوفهم بعض يقولك لا ما تشوفش من بعد تقول لك كيفاش بشتعمل فهذيك ريجورت على ابنها ولما قصد شركة الابي بي مع اللول كانت الكابيتال المتاحة تقريب خمسين ألف دينار الخمسين ألف دينار كنا متجهين ما حاببنا نشتغل في سكتور تكون كومبيتيتيف مع بيريكو لأنهم أصحابنا وكل نعم فاتجهنا للهندسة نجحنا في بعض المشاريع يعني بصغار في بلي مثلا هنا في مع ماراثون اويل ومن بعد تجهنا للواتر تريتمنت من النفط كانت تفمى وقتها للمياه للمياه دونك معالجة البياه دونك بدنا في معالجة البياه المستعملة ومن بعد دخلنا في المياه متاع الصدود يعني بشتولي مش نحولها إلى مياه بتاع شرب صالحة للشرب يعني اللي تتعدى اللي تكون في الصدود ثم تمشي يتولي مياه صالحة للشرب انتوما تدخلوا في التريتمون اللي يصير استاسيون التريتمون هذي كتاخدوا المال وفيك برشا شواب وبرشا واحد دونك تنقيه ومن بعد يصبح مياه وانتا صالحة للشرب حسب المواصفات العالمية معنتا سي سي الهلال البارح ذا اللي تكلم في تلفزيون حكاية هذية شكوا فيه ولكن أنا نقول لك الاستاسيون بتاعنا في تونس يعني يخرجوا في كاليتين بتاع ما يعني مو طابقة في التوجه هذي اول حاجة بدين برشا في الاستاسيون ديبوراسيون وقتا كان فهم بكو ددن من الكوميونتو اروبيان باش معتا بور كونترولي ليروجي تاعتوانس في البحر على خاطر اللي تسبب تونس في البحر وصفا افكتي توتلى ميدي تيراني اي دونك تمنا تقريبا ستة ولا سبع محطات لكلها كلت بالنجاح بالنجاح خاصة في الشمال الغربي باجات بورسق سليانا قعفور غرديماو هذا بكل لك اخدمنا لهم المحطات متاحهم وكانت كيف كيف الكاليتين متاع المال تخرج يعني هي حسب المواصفات اللي يلزمها تمشي للبراجات لحق الوقت الحاضر ما نعرفش تنهير حالة متاحها اي دكور وقت انتم هذي وقت يش نحكي وتعامل هذي في التسعينات في التسعينات اي حساس جدا فيها تنافسية كبير يسر المياه اللي تحكي فيها على المحطات التعمية فيها الشركات عالمية عملاقة كيف كنتوا كمبيتيتيف وكنتوا متواجدين في مرشيات كبيرة كمن هكا مع شركات كبيرة هو شوف اللي اول ديما يقول لك ما عندكش اكسبريونس ما عندكش ريفيرونس وذا اي شركة صغيرة تنسية تتلد على اللي اول لات ما تجيها المشكلة هذه المشكلة متاع الرفيرونس فاحنا كنا نبحث على الشركاء اجانب اللي هم عندهم الرفيرونس في البروز خطر اهم شي هو شوف اي مشروع فيه ديما اهم شي هو البروز يعني كيف يدخل ما لين كاليتي وتخرج من كاليتي واحد اخر نجيب شركة اجنبي اللي عندها الرفيرونس ندخلوا معاها ناخدوا الرفيرونس ومن بعد نولي عندي رفيرونس نجم ونعملو الرفيرونس ومن plus احنا كما قد احنا عمنا انا بكو ميز سور الانجنيري الانجنيري سي لصفوار فار معنات احنا وقت اللي ناخد ممحط تقول نحب عندي ما دو تل كاليتي نحب تخرج دو تل كاليتي احنا انا باش نعملو الاتود بروسس باش نقول لك شنو الاسيكيب مو كل فو متر ان بلاس شنو الاسيكيب هذوكم شنو الضو اللي لازم يجيهم شنو الاسيجيناس اللي لازم هذو من كلي نعملو احنا الديزاين متاحهم والديمونس المنتاحهم ومن بعد نشريوهم ومن بعد نركبوهم وفي الاخر عندك performance والحق هو نفس تقريبا نفس الشيرة وبالنسبة للنفض ولا للماء تقريبا نفس البروسس هو تنقي النفط تسهل برشة بالنسبة للماء النفط على خاطر تدخل في سيبراتور يجيل بروت من البير فيه الغاز وفيه الماء وفيه البترول الوبجيكتيف سي دو سيباري دونك دونك سيبارشن فيزيكوشيميك بالنسبة بين الماء والبترول وبالنسبة للغاز يقعد الفوق يخرج من الواحد يمشي للترش وطود موان زم موان عمل الترش عجراء حتى تثمين الغاز اللي يخرج من الترش نجم ثمن ونصنع به مثلا الظو ونجم بيع الالكتريس فهذه هي المشاريع تقريبا اللي في اي بي بي هم نفس الديسبلين دي ما تلقفين بروسس ميكانيك إلكتريك جيني سيفيل تقريبا نفس الديسبلين فما الاسبيسياليزاستي هي تابعة للغروب شيميك وهي شركة كيف كيف مماشا الله رائدة في ممتاز اي بي بي ام مش يتمكن من انها تخدم في بارشا مشاريع في تونس كما كنت تسمع سيحافظ بيش تخدم في مشاريع كبرى في دول افريقية كما بيش تمش يزيد الى الخليج رغم لي قاعدين نحكي على شركة تخدم في قطاع تنافس كبير فيما يتعلق بالنفط وبمعالجة المياه كيفاش عمل بيش سير هالتطوير هذي كيفاش عمل بيش سير الفريق مطاعو هالتطوير هذي كيفاش في ظرف 30 سنات نجم تسير شركة بدأت بخمسة مهندسين وصلت اليوم الأكثر من ألف موظف هذا الكل بشي يحكينا عليه بعد شوية سيحافظ داود مؤسس اوبي بيام ما زال معنا في انجح في حياتك انجح في حياتك انجح في حياتك برعاية بنك تونس العربي الدولي بيات بيات ملتزمون معكم انجح في حياتك انجح في حياتك ما زلنا معكم حتى الماضي ساعتين وما زلت معظيفي سيحافظ داود مؤسس اوبي بيام وقصة استثنائية لنجاح عمليق تونسي اوبي بيام يمكن ما نسمعوش به كما يلزم ولكنه في مجاله ثاني أكبر مؤسسة في أفريقيا فالخدمة اللي قاعد يخدم فيها مرحبا بيك من جديد اهلا وسهلا وعلى ذكر افريقيا كنا نحكي شوية في الكواليس مشروع عمليق عندكم في الكونغو بيش تخدموا في أكبر ثاني أكبر بحيرة في العالم اوبي بيام يربح فيها مشروع متاعش نواس يحافظ هو المشروع هذي هو استخراج الغاز اللي هو موجود في الماء ما هيش استخراج بطريقة متاع الفوراج متاع العادية هذي سوية تكنولوجي بارتكوليير وحنا نجحنا في المشروع هذي غراس لتكنولوجي ديxtraction متاع الغاز par air lift تسام ومن بعد الغاز هذي كابش يكون يتم تطويق متاع تنقيتو مستوى بارتكنولوجي ممبرنير ومن بعد ونواس كمپرسي كمپرمي لغاز ونواس بطول الانشور للأرض pour produire لانيرجي إلكتريك 30-40 ميجاوات في ريجون دوغوما هذي وين موجود اللاك اسمه لاك كيفو عمليق لاك هذي اكبر ثاني اكبر لاك في العالم يعمل 2500 كيلو متر مربع و البروفوندور متاعه 500 متر فاحنا بش نقطو تقريبا بجعب تقريبا 300 متر بش نقطو احسن مكان فيه النوعية الغاز اللي احنا حاشتنا به ونتلعوها على الأرض على بلاتفورم دونك ماهيش بلاتفورم النوع اللي كنن نحكيو فيها الاخر هذي ستويفاتر بلتو وين بارج على الطف على خاطر 500 متر وخارق برش دونك من الجموش نعمل التكنولوجيا ديك الغاز هذيك بعد تنقي يمتعو يبشي للأرض ومبعد بالضو ومبعد في الأخر باش نبيعو شركة سنال وراء تعطيه اللي كيفران تعستيج اللي عنا هو تسمى سمى ان كنترات باور برش سجري يعني حتى حتى المنتج ميقوم شهو بال يبيع بال جرو جس ومبعد يعطي الشركة اللي هي تقوم بالعقود من بعض للبيع هذي في الكونغو عندكم مخدمتو في العراق في السعودية دونك دول الخليج في دول الافريقية اخرى حفظ داود هذا التطور متع شركة ما شاء الله صحيح تقول 30 سنة يقول قيل مش شوية ولكن زادة نجم يقول مش برش من شركة كانت فيها خمسة مهندسين الى اكثر من الف خمسين الف دينار الى 350 مليار او 350 مليون دينار كيفاش نسيروا سرعة النمو سرعة النجاح كيفاش عملت باش توحيت روحك بالناس اللازمين في البلايس اللازمة كيفاش قاعد تخدم كيفاش الواحد يلزمو يخدم بشي نجم يتفرغ لتطوير الشركة كيفاش عملت بالضبط حفظ داود هو شوف حفظ داود ما هو انه موديراتور ديكيب وانا اكثر الناس اللي يخدموا معايا اذكا مني وفي كمبيتون كموا ولت رفران فمت مي الاسسانسيل احنا الشركة معنا تبشي برشا باللي سيستام خاصة من اللي جيت السرتيفكاشون ايزون في ميل اللي اتعاملت في الميزة نيفو متاع الشركات في اخر العوام التسعين هذكا عاونتنا برشا برشا بالسيستيماتيز المتير متاع ابي بي مشيرة اخرى كيف احنا من اول سنة الالفين عملنا يعني عملنا روحنا في الائتي على خاطر اذا كان ما عندك ش ان سيستام دا اي تي اي دا كومي كاسيان قوي تنبا 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 اه دنك بعلو بدينا كما قلت لك مع الشركة نطلع بشوية بشوية تعلمنا المتير اختينا دي اختينا دي ريفرانس اول ما مشينا كنتي تنجم بليون دينار ولكن ما كانتش عندن امكانية بش نمولوهم دونك مش رجعت البيريكول نحكي لك عليهم اللول وطلبت من سيا عبدالسلام بشي يدخل معنا دونك هما دخلوا معنا كشريك داخل بالمال وزا كيف كيف بالافكار على السياس الشريك تير يتقرب من بعض سبعة وتسعين والحقيقة يعني اعطانا يعني مع البنوك خاصة لتعرف البنوك اذا كان ما عندكش برشا ريفيرونس وما عندكش مترهن دونك صحيب ما تخوش مش تخوش دونك الداة الثالية اللي مهمة جدا هي سنة الفين واثنين سنة الفين واثنين احنا رحنا للجزائر تلقينا تونس صغير علينا هذا هو تفكير عنا بارش شركات قادرة في تونس فاحنا قلنا في تونس بدون نتنافسه وشكون يعطي اقل سعر مع انت في الاخير شكون مش يموت لخر فتجهنا للجزائر في الجزائر كانت الحقبة هذيك جابوا تفليقة وقتها وكان النفط بداء يطلع السعر والجزائر كانت عندها مشروع كبير برشا في تطوير الحقول المتاح حوالي حتى في الاب على خطر الرفرنس والسرتيفكاسيون والكمبيتنس ونلقا روحنا تقريبا المنافسين كان للشركات الاجنبية الإيطالية والفرنسية لم يكن كمبيتنس في الجزائر وقتها توقع موجودة حتى لدينا البروجيس كنا بركل اليوم فالحمد لله نجحنا بكذا عملنا مشروع كان اكبر مشروع اختيناه في حياتنا عام 2003 اللي هو تقريبا المشروع بخمسين مليون يورو وقتها وقتها مئة مليون دينار ونجحنا فيه فهذاك زاد اعطنا ايلان باش تخلنا في الجزائر واخدنا الكثير من المشاريع وطورت الشركة من مثلا خمسين عام وليت فيها تقريب ثلاثة مئة وربعة مئة وخمس ونجحكم في مشروع يحلكم ببين مشاريع اخرى في نفس البلاد كيف تشوفك البلاد شنية عملت في مشروع يحلك ببين برشا مشاريع اخرى هذا اللي صار في الجزائر النجاح هو احسن هو النجاح يريد مبارش مثابرة وتنجم في غلطة واحدة تضيع كل شي فمهم جدا انك تكون ديما ماشي في توجه معين على اساس تكون سريو وتكون قادر على تنفيذ الكلام ناس مختصة في مجالات حساسة جدا كيفاش عملت خاصة في الخطوات الاولى في السنوات الاولى بيش تختار الناس اللي بيش تكون الرجل والمرأة المناسبة في المكان المناسب هو شوف احنا قطلك المؤسسين بتاع الشركة هما كنا ستة ومن بعد الوقت الحاضر احنا قربة كل شي تعمل يعني تشاور عنا كوميتين ديركسيون لنسي نحن 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 مرضوكي للتغوطة التغوطة فربية لديناكم لدينا سيدة تحترف هذا المترجم ونقضي لنا اتوقيت اخرج ملقيد من حيوالا ، ربما يشترك ، içinde يحتاج ممتكية ، انه ثم ، انه عندما يتحدث مع هذه المنطقة من المنطقة التي تكون جيدة تكون في EPPM ومعرفة كيف أخذها من المرشي اللوكال وقال من بعد أن يخرج إلى الجزائر وصبحنا حتى كيف كيف نأخذ الخبرات الجزائرية زادة كيف كيف عام 2008 زادة كيف كيف تجهنا لليبيا واخذنا ثلاثة مشاريع ولكن لما جاءت الثورة المشاريع مطلط في ليبيا آه جملة دكتور 2008 كانت تورنوم بالنسبة تذكر وقت المشاكل متع سابرايم النفط طاح كريزة كبيرة اقتصادية ومبعد جدنا الثورة التونسية الثورة التونسية يعني أثرت عينا خاصة في الجزائر وفي ليبيا لأن الجزائر وليبيا شوية من المشاكل متاع السابرايم وشوية كانوا خايفين من الجزائر خاصة يعني تونس كيفاش بشيكون تتوجه هلتاح فأكثر برشا شركات وقاع تعطلوا شوية نحاول لهم المشاريع أصلا نحاول لهم المشاريع في ليبيا ست بلغط يمكن أن ينفر لا يوجد دولة رغم هذا قمنا بمشروع في ليبيا من 2012 حتى 2015 اللي هي محاطة تحليا متاع المياه في منطقة صعبة جدا وفيها الثور في ديما مشيين جايين وإحنا بكنا حاول يعني نسيسر وإحنا كيف نقولها فهمتين وتعمل المشروع تعمل نحنا كشركة ترسية تعرف أنت تقول أنت مثلا تخرج لبرة تقول بش نعمل لنا في النفط وفي الماء وكل شي يقول لك أنت متوانس يعني شنو التكنولوجيا منين لك فكانت توجه خاصة للبلدان الصعيبة دينيب الجزائر اللي هي فيها جير سيفيل وقت 2002 ليبيا خدمنا فيها خاصة وقت في الثورة في الثورة العراق كيف كيف بعد تهجهنا يعني ولد شركة مختصة في الدول الصعيبة ولا نحن كشركات توانسا مع الناش كال كيف يقول لها الوجاها كما التكنيب خطر المنصر التكنيب بكتيل براون روت هم هم الشركات المنافسة لنا احنا فمشينا خاصة الاماكن اللي شركات هذوم يفرضوا عليهم الدول لامتاح باش ميمشون لهم بلا عادي ما تمشيش للجزائر ما تمشيش للعراق ما تمشيش لتونس فأحنا يعني مجازفة الحمد لله مساء حتى مشكل ونوع من فرصة بالضبط وهو كذلك حافظ داود مشوار متميز لو كان نقول لك من خلال هذا المشوار سيحافظ لو كان تقول نا مثلا باش نسألك على بعد شوائي باش ناخد ثلاثة كلمات من الكلام اللي كنت قولي فيه باش نسألك على شنو تعني لك هذه الكلمات أما حابيت لو كان تعطينا بعض المفاتيح بعض النصائح بعض من الخبرة التي تعلمت على مدى هذه السنوات نقول لك ثلاثة اربع حاجات تعتبرها أساسية مهمة للواحد في أعماله في خدمته في نشاطه يسمع فينا طلبة يسمع فينا ناس يخدموا يسمع فينا ناس عندها مشاريع ناس تفكر في بعض مشاريع من خلال تجربتك وتجربة متميزة في النجاح تاع او بي بي ام شو تنجم تقول لي ثلاثة نصائح مثلا كبرى اللي واحد يحطهم في مخه بش يمشي عليهم شو نقوله شوف أهب شي تكون عندك الفكرة واضحة يعني تكون عندك رؤية من الأول بكل تكون عندك رؤية والرؤية هذيك يجب أن تولي فيها فلسفة وراها والسياسة ومن بعد تكون فيها سكونابل احنا project management plan معناتها يلزمك تدوى تplanifier شنو اللي بش تعمل ومن بعد un project execution plan ومن بعد كيفش معناتها la gestion تال la transition مثلا pour passer من palier إلى palier كمان ووزالي جيري هذه التransition وهذا يلزم يكون إنسان يعرف قاد يعمل يلزم يكون يعرف يحسبها هذا كيف كيف معناتها بعد ما تعمل الفكرة وتفيد دي كلينيها في project execution plan هذك الكل من بعد يجبك تعمل الان business plan والbusiness plan هذك يزمك تنفذ فيزمك المثابرة باش تنفذ الbusiness plan بتاعك انتي الموك ليس مفهمة حتى شيء كل و بالنسبة الخدمة متاعنا اكثر من الخدمة سي لترافا دي كيب معناش الوان من شور لا يوجد في خدمتنا معناش معناش دي ما نقولها الوان من خدمتنا وأتوا في ال� parfل الوان من خدمتنا الإنسان و Jesse موتيفشن دي پرسونل فمتني دونك الموتيفشن عملين عملين عملنا وزارة السعادة عملين عندنا سندة المهيري فميولة بناية مزيانة ودي متضحك مثلا تشوف مثلا نهار الاثنين جابت الإكيب متاع الكميرسيال إذا avait دي προبلم قادة سحاوز متحكي معها هذا كالرول متاحم دونك لجون يلول يلول پارلي هم هي شنية للموتيفشن الموتيفشن راو باس بارتروا أول شي سالانتري يزم إنسان كي يختم خدمة يكون شايخ بالخدمة اللي عمل فيها فمتني الموتيفشن ست أنك تعمل كيف ولكن زده أنه يكون فما فلوس مش الفلوس بركة ومش الكيف بركة الفلوس مهمة ولكن إذا كان إنسان يختم في خدمة ما تعني له شاي وخاصة المهندسين المهندسين يحبوا كل مرة حاجة جيدة يحبوش الروتين دونك إذا كان ما عندوش انتري موش قاعد يتعلمه في كل خطوة يقلق يقلق بعد يتر إيباليوه اللي هجان يتر إيباليوه ما يحب ما يزمكش تخلي المهندسين بتاع كل شي خاصة لما تكبر الشركة معنا تلك الشركة متاع خمسين واحد وستين واحد بنعرفه بعضنا وساعة ساعة نخرج ونعمل عشاء ما بعضنا وقتلتولي فيها ألف ولا أكثر دونك يلزم اللي قوموا بالدور هذي واحنا الرول متاني سيدو كونترولي أنت فتى يوتفكي أكثر قوى ليس تتخلص تتخلط تيجب معنا تتخلص جميع أجم المLoAT ومفتحين هنما تتخلص وفي عائلة ثالثة وفي عائلة ثالثة يتخلص المشروع أهم شيء هو النار في العمل مفتحين مفتحين يجب أن نعطي أسور أسور لفنانسي المشاريع المشاريع 10 مليارات 20 مليار 30 مليار هذا يبقى أقل سوى من قاعد نحكي المشاريع من 100 مليون دولار حتى 20 مليون دولار لا نأخذوش 100 مليون دولار كبير حتى على سيستم منكي أيضا أقل شحيط المشاريع مثل 50 مليون دولار لن نسلي المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر كنت نسمعك تحكينا عليهم بيش تقولي شنوها يعني وليك شو تعني لك هذه الكلمات يا لسيدي ناخذوا الكلمات حافظ داود الكلمة لولا اللي اخذتها من البركورمتاعك ذهور لي كانت مهمة فيها حياتك هي العلاقات شو اهمية العلاقات بنسبة ليك شوف ما فهمش خدمة في العالم هذي ما تكونش مبنية على العلاقات العلاقات تنجم تكون بشرية تنجم تكون شغلية تنجم تكون اي نوع من العلاقات ولكن مهم جدا انك تكون عندك يعني ناس اللي يثقوا فيك خاصة اللي دونير دوردل اللي يثقوا فيك وما عندهمش مشكل كي يعطيوك مشروع اللي هو يمكن المشروع من بعد يتقل في حي طبعا صحيح احنا من بالاشياء اللي يخدم عليها انا شخصيا برشا هي العلاقات في العراق في السعودية في الجزائر في كل مكان في العالم خاطر اذا كان ما عندكش علاقات مثلا تواحنا المشروع متاع الكونغو نخدموا كل نهار نخدموا معا الوزير اللول مع وزير النفط مع وزير متاع الضو يعني متاع الانيرجي متاع وزير المالية فالناس هذوم اذا كان نميش معهم مع علاقات باه وكل شي ما تقدمش العلاقات العلاقات مهمة جدا وخاصة المحفاظ على علاقات اللي هو صعب جدا علاقات تربعة ثلاثين سناء أنا واحد من الناس القينارة فكثر من ألف واحد ما نجم ما نجمش كيف يستعفض على علاقة بهم الكل كي كل واحد دقيقة دقيقة تاليبون في العيد اذا كنحاول مثلا إذا كانوا مسيحيين في العيد متاعهم وإذا كانوا عرب في العيد الإسلامي على الأقل عندي برشة أصدقاء أنا من تونس مثلا علاقات المثال كانت قوية جدا معهم وتو نقعة ثلاثة أربع سنوات من نشوفهم ولكن لما نرجع نشوفهم تقول شعين كنا ملعطنا بعدها على الخاطر ما هيش كل علاقة رهيبة بنية كان على المنفع كنت نجم تكون فيها منفع ولكن تنجم تكون علاقة بتعصي زمالة وانا بتعصي صديقة صحيح حافظ داود شنو تعني لك البطالة بو أنا البطالة عديت أربع شهور بطالة وي ستت تري تري بيديبل بالنسبة للي وي وبالنسبة للي نحن حتى في الشركة متانك عنا يعني انفولي سوسيال مثلا احنا في الكورونا عدينا ثلاثة شهور ما ندخلناش حتى مليم يعني احنا نفكتروا ثلاثين مليار كل شهر عدينا ثلاثة شهور ما نفكترنا حتى مليم وبالرغم من هذا كما خرجنا حتى واحد يخدم معنا يعني عملنا مثلا ما يخدمش بالكل ياخد نصف شهرية ولا ياخد نصف وقت وياخد ثلاثة روى كار بتاع السلائر وكل شي ستت تري وكل شي وكل شي نفكت إذا كان باش نخرجو ناس فالبطالة ما فام حتى حد باش يقبل وكان مثلا تدخل واحد كنتراج على مدة معينة مش يعمل شغل معينة من بعد ينجم يخرج يشوف السوق الواحد هو تلقى ما شاء الله عنده الكمبيتنس ولكن لما جاء الكورونا يعني ما حبينش نخلي الناس تعرف حكيم تخرج ومش بش يختم في حتى بلاس فالبطالة يعني صعبة جدا 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 ولكن اللي حب يختم لازم مش يلقي خدم خاطر شوف أنا نشوف في برشة ناس تمشي للمرمى ما تلقاش خدام مشيش مع الزيتون ما تلقاش خدامة وتمشي لقاه وتلقاه معبية ونيس يقول لك احنا أنا بطال ما حدي شامتني في الثقافة متاعنا خاصة ما نقبلوش أي خدمة لا لا في الثقافة متاعنا اللي حب يخدم يخدم أنا شفت مثلا واحد مهندس يخدم بناي وبعد عمل مقاولة ولا مقاول ولا مقاول بناء بدا يبني فهمتني اللي حب يخدم موجود الخدمة هذه تلوج الخدمة من عند الدولة ما نمنش بها واحد من الناس واضح ما نمنش بها نشوف فيها من الناس وشنو تعني لك أخيرا حافظ داود شو تعني لك الشهادة الجامعية شوف الشهادة الجامعية مهمة جدا يعني ما غير الشهادة الجامعية ما تفهم برش ما تجري مش تعمله مثلا إذا كان أنا عامل تعلمت بارش حاجات في القرية ما تقول حتى لسكتور تنقيب البترول وتعرف عمد وانتي حقل في مصر ويمكن هو في مقبلنا ولكن من غير شاهدة من غير شاهدة هذه كاليش احنا قاعد نتوجه بشوية بشوية للمشاريع اللي هي معنا المشاريع اللي هي build own and transfer مثلا المشروع بتاع الكونغو احنا مش نمولوه مش بفلوسنا مش نمولوه بايور دو فون بايور دو فون دونك سا ستنسا وارفير كوني انتران دا برانتر مشروع كيف كيف عنا بتاع 10 ميجاوات مع ستاق مش مع ستاق مع الدولة التونسية باش نبيعوا الضول ستاق بتاع الفوتو فلتايك كيف كيف ستن بروجي بايوتي دونك احنا المولوه واحنا ناخذ الارض واحنا من بعض مسؤولين على معنى تخليص البنوك وكل شايف حافظ داود مؤسس او بي بي ايم كنت سعيد جدا مستقبلك بحضان عايش كيف 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 عايش شكرا لحضورك معنا في انجح انجح في حياتك برعاية بنك تونس العربي الدولي بيات بيات ملتزمون معكم ملتزمون